الأحوال الاقتصادية والمعيشية السيئة والتضيق على الحريات التي يمارسها النظام الإيراني وغيرها أسباب أدت إلى اندلاع تظاهرات حاشدة في 22 محافظة إيرانية من أصل 31 محافظة أي ما يعادل 70% من مساحة البلاد أبسط مطالبها حياة أفضل محللون عزوا أسباب الاحتجاجات في الداخل الإيراني إلى الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية أساس الهدف عندها هو إيران وأن تكون المظاهرات في عمق طهران لذلك هي بدأت بالأطراف حتى انتقلت حمى النيران إلى داخل طهران واليوم نشوف 53 مدينة وتقريبا الآن أمام 12 قتيل وهناك العديد من الجرحى هذه نتيجة الصراع الإيراني الأمريكي الغربي تجعل إيران تفلس لأنها فرضت حصار عليها حصار نفط ما قيمت سنويا 50 مليار دولار وبترو كيمياويات يشكل ثلث الموازنة الإيرانية فيما رأى آخرون أن تمدد وتدخل طهران في العديد من الدول العربية والمجاورة لها انعكس سلبا على الاقتصاد الإيراني ما تسبب باندلاع موجة الاحتجاجات الأخيرة تمدد الذي كانت ترغبه إيران في دول العربية ومجاورة انعكس سلبا على الاقتصاد الإيراني مما جعل هذه الخلافات وهذه التظاهرات تخرج أعتقد هذه التظاهرات ستحسم أمرها وسوف تتوسع في المدن الإيرانية وحتى في العاصمة طهران وهذا يعني أن الحكومة الإيرانية أما أن تغير سياساتها وسياقاتها في المرحلة المقبلة وأما أن يكون التبديل أو التغيير من قبل الشعب الإيراني تظاهرات وقطع طرق وحالة أشبه بالعصيان المدني في العاصمة طهران وأكثر من 53 مدينة إيرانية جاءت بعد يوم واحد من الإعلان عن رفع البنزين 50% وتقنين توزيعه مطالبة بإسقاط المرشد الإيراني أيضا أما الحكومة فكان ردها عنيفا ووحشيا أوقع أكثر من 200 قتيل وآلف الجرحة والعدد مرشح للزيادة